وازاي? سامسونج ايه خمستاشر? حل ما زال يستحق الشراء بعد السبع الشهور? وده فيديو على فكرة ده يادر جدا تلاقيه على اليوتيوب. حتى على القناة هنا فيديو شرح مفصل للموبايل. وفيديو تاني في مميزات وعيوب. مهم جدا لو انت لسه بتفكر تشتري الموبايل ده. وعلى فكرة ده اكتر موبايل اقتصادي عمل ضجة كبيرة في الفين اربعة وعشرين. قال لي المبيعات. مش من كلام انا. في ناس كتير اشتريته حتى كموبايل ثانوي. لان سامسونج قدمت هنا مميزات وقيمة مقابل سعر اعلى بكتير من شاومي من انفينيكس من اي حد تاني. اللي هو السعر اصلا كل لعبة البراندات او الشركات الصينية دي في الاساس. الفيديو ده مهم لو انت مهتم بالموبايل ده. ما وعدكش اني حقدر احتفز بموبايل مرة تانية بطول المدة دي. فيعني حت مشروبك كده اللطيف. وكبر الشاشة واستمتع بالفيديو دي. وعلى فكرة يا جماعة يكون فيه فيديو قريم ان شاء الله. بتجربة الجيمينج بعد كده عبيه الله خلاص كفاءة قوي كده بصراحة. بس قبل ما اقترب من كده بس اشترك اشان وصلك الفيديو الجديدة قبل اي حد وما تنساش اللايك القوي للفيديو. وقاليتك جماعة ندعي لاخواتنا بالفرج القريب. طبعا لو اتكلمنا على العملاقة الجنوب كورية سامسونج. مش عايزين نخش مش هكلم عنها بس هنتكلم على حاجة معينة. لأ السريس يا جماعة. اولوات في الرائدة بتاعتهم. ممكن تفاقق ان عرباح سامسونج مسلا بتعتمد على السلسلة الرائدة على ال اس سبعة عشر اولترا واخواته الاصغر مثلا. سحب فجأك وقول لك لا ده بالعكس تماما حضرتك. احصائيات المبيعات في الفين اربعة وعشرين بتتأكد ان الموبايل الغالبان اللي في ادية ده سامسونج اي خمستاشر سواء النسخة الفايف جي او الفور جي اللي هي موجودة عندنا في مصر. جيه في المركز الرابع والخامس على التولي عالميا في المبيعات. والمركز الاول كااكتر موبايل اندرويد في المبيعات. عارف يعني ايه? يعني مفيش موبايل اندرويد تاني في الفين اربعة وعشرين باع زي ما الموبايل ده باع. يعني ده يا جماعة اللي فاتح بيت سامسونج زي ما بيقولوا كده. بيقود مبيعاتهم. وبيخليها في الصدارة عن اي برانتين. خاصة السنة دي بعد تقديم قيمة عالية مقابل السعر في ايه سلسلة ايه? وده بيثبت الفكرة اللي اكدتها لك كزا مورو على القناة هنا ان مش شرط يا جماعة والله الموبايل الاغلى يبقى احسن حاجة. لو انت بش تخدم اصلا كل ميزات الزيادة دي فعكون هدر الفلوس على الفاضي. انت بش هتعمل بها حاجة. لو موبايل رخيص زي سامسونج اي خمستاشر. والله بيلاب باستخدامي. خلاص تمام. مش لازم منظرة يا سيدي. مش لازم الموبايل لابو تلاتين اربعين. براحتك. انا بقول لك رأيي. وممكن برضك الفلوس دي جيب بها لابتوب تجيب بها حاجة تاني. كنت اتكلمت في فيديو المزاور العيوب عن الموبايل ما كانتش يعني اسرح حاجة في الواي فاي. المشكلة دي بصراحة تحلت في الابديت. وبعد الاستغادة ده من المطول وخاصة يعني لو انت زي. انا مشتريتش بصراحة الشحن السريع بشكل منفصل. قلت لا ما لازم خالص. انما كنت معتمد على ميزة حماية البطارية في الصوفتوير كلمنا عنها في الفيديو اللي فات دوت مع المميزات كده فيديو جامل جدا. انا صحك تتفرج عليه لهم عاجل موبايل ده وبتفكر فيه. والميزة دي بسرعة كده تفصل طريق كهرابي عن الموبايل حضرتك لما يوصل لثمانين في المية. يعني يستطيع تسيب الموبايل كل يوم بالليل على الشحن متطمن وما فيش اي مشكلة وتنام. وده كمان بيحافظ على عمر البطارية باقيه عن مادة طويل كده. وعشان ما تضطرش تشحن خلال النهار وتنتظر اكتر من ساعتين ايو بيش انا اكتر من ساعتين بالشحن البطيق. لان شحن السيارة خمتة عشرين واط مع نفسك اشتري. ميزة تسعين هرتز في الصوفتوير اللي هو معدل تعديل الشاشة هنا اه بصراحة اقافل الميزة دي طول الوقت. مش هقول لك استفدت بيها بقى واو. لا لا لا. لان الموبايل مفخوش خيار اصلا. يعني الصوفتوير يا جماعة بيفرض علي. يهمة ستين يهمة تسعين. مع ستين عاد تبقى شاشة عادية. مع تسعين عايز حاب بطارية اسرع. وانا مش عاجبني الكلام ده. انا خليته ستين. عشان بفضل لا انا عايز بطارية عام تقعد معي اكتر. مش عايز الثلاثة بتاعت تسعين هرتز مش هتفرق معي. طبعا فهمين مش شرحة قبل كده قلنا ان الميزة دي دايما تكلفتها هي البطارية. وخاصة كل ما يعلى معدل تعديل الشاشة يعني مية عشرين هرتز او اكتر برضك عايبقى اكتر. حاجة تانية من اكتر او الحاجات اللي تسعلت عليها مع الموبايل دوت الفترة اللي فاتت مع مع سامسونج مشاكل العام الشبكة. الشبكة عامل اي نوار. موضوع الشبكة دي حاجة مثيرة للجدل جدا وخاصة الفترة الاخيرة. في ناس بتقول انا ما عنديش شبكة خالص في الم بتاع. في ناس تقول لك لا شبكة حلوة. ناس تقول لك شبكة متوسطة. خلينا متفخين هواتف سامسونج كلها. الشبكة فيها اقل. لو انت مسلا عتقارنها بالهواتف الصينية او قارننا بحاجة زي هواوي. هواوي وانر كان الاعلى في التقاط الشبكة او الافضل. هم اصلا بتوع الشبكات. الشبكات لعبتهم. انما سامسونج لأ. اتكلم عن تجربتي الخاصة انا ما عنديش اي ادنى مشكلة في اي شبكة. ليه يا جماعة في اجهزة تقوية الشبكة على بعد كم عمارة كم متر بس مني قريبة جدا. فما فيش اي مشاكل وجهتني. في ابروك تقوية كمان شبكة حواليني في كيه? في كتير في كازا حيطة كافي المربع بتاعي. لان في فروع للاربع شركات موجودة. انا لاندي في منطقة دلوقتي عالية الكثافة السكانية. لو انت مسلا في منطقة في الارياف او منطقة بعيدة صحراوية منعزلة شوية. ايوة عتعيني جدا طبعا في الشبكة مع هواتف سامسونج بالزيل زي ما وضحك. فعشان لخاصة الموضوع جزء اه بيكون زنب الموبايل نفسه اللي هو موبايلات سامسونج. والجزء التاني او الاهم مدى قربك او قرب الموبايل او بعضه من ابراج تقوية الشراكة. من اكتر بقى الحاجات اللي مازلت عاجبيني في الموبايل ده جماعة هو التصميم عاجبني جدا تصميم فخمة جماعة شيك. فعلا الموبايل مش تصميم موبايل اقتصادي خالص. الشكل راقي جدا. نسخة اللي معادي بزات هادية. او انا بحب الحاجات الهادية شوية. يون كحلي كده. نصيف جدا. وبيعكس الاضاءة كأنه كأنه ازاز. جربت موبايلات تانية عايز اقولها في الفئة المتوسطة قبل كده تحس ماسكتها كده ماسكت موبايل اللعبة كده بلاستيكي كده. وكان من سامسونج برضه. جما ما هنا جابده ده تخاملات بصراحة ممتازة جدا. كان فيه تمام كبير. شان سامسونج اصلا عارفين قبل ما ينزل الموبايل ده انه هيعمل ضجة كبيرة. وعيكون اعلى ما بيعان. بس الكلام ده برضك على الضهر. مش بالوش. بصراحة بقى الوش زي الزفت. من الاخر مش عاجبني كل ما بص كده. شكلها اقتصادي حقير. حواف كبيرة جدا من كل ناحية. شكل الكاميرا القديم. موضوع مش لطيف. سامسونج تحسها معنا بتدي باليمين المميزات. وتسحب بسرعة بالشمال من ناحات تانية. بس برضو ما افتكرش يعني مشكلة كبيرة. لازم جميعها كل حاجة فيها ايه? يعني الحلو والوحش. كل حاجة. فانت تتقبلوا يعني. انا تقبلتوا عن نفسي وشغلت الدارك مود كده فالدنيا ماشيت معي. وما كده ما فيش حد عيتقفل جدا في الشكل. فيروح يدفع مثلا اربع ضعف ولا كده عشان يجيب حواف رفيعة وشكل حديث. صفت وير بقى. يمكن اكتر حاجة تانية مريحة حابتها في الموبايل ده. صفت وير مستقر جدا جدا. ما وجانيش اي مشكلة. بعكس ان انا جاي من خلفية موبايل سيني. وعجبني برضو البساطة. مفيز زحمة مميزات كتيرة ملاشي لازم وحتى الليها لازم اشحيلنها برضو. مميزات الاضافية كلها بنازل تطبيقات المتجر بيمشي الموضوع. وكل ما يكون التعديلات خلي بقى اقل. كل ما يكون في مشاكل اعلى في الصفت وير. انت ممكن ما تحبش الصفت وير دوت او تحبه. بس خلينا متفققين يا جماعة ان سامسونج عندها احسن تقربة صفت وير مستقر. ايوة زمان ما كانش متزبط قوي او كان فيه كده انما زبطوه الفترة الاخيرة وبقى فيه اتمام كبير. وبعدين الواجهة تحسها وجهة نطجة. مش عارف اقول لك ايه. يعني التانيين كده بتحسها وجهات هوا. برأي. بس من عيوبها برضو نيام وملة. ما فيهاش الكتير بقى. وان انا عدل بقى والكلام ده اللي اتفرج على الفيديوهات القديمة اللي عملنا على الموبايل ده. كنت تتذكرت ميزة كويسة وهي وصول التحديثات السريعة. وان يو اي مسلا سكس بوين وان ووصلي قبل اي حد تاني. ويوترت وصول التحديثات اصبحت ابطأ دلوقتي خلي بالك على سبيل المثال احنا في شهر تسعة اخر تحديثات امنية وسط الموبايل ده كان شهر سبعة. بقى بطيء. مزي ما اشتريته في الاول كل شهر تلاقيه تحديث جديد حاجات كده لأ خلص. وده الطبيعي بصراحة من اي حد. في الاول التحديثات بقى يتموا بالموبايل. فحكا بتريح تريح لعد ما حتى تلاشى بقى في المستقبل. بس على الجانب الايجابي سامسونج وعده وعد ضخم جدا. حاجة ممتازة. قال لك اربع سنين اندرويد مضمونين. لحد اندرويد تمنتاشر. خمس سنين تحديثات امنية. عايز اقول لك ده دعم تحديثات ضخمة. لو شفت الفيديو اللي قبل اللي فات. اللي هو كان عن موبايل ريلمي. اللي هو سعره تلات اضعاف تامن موبايل ده يا جماعة مش عتصدق ان التحديث كانت سنتين بس. لو عاوز او بتفكر تشتري موبايل جديد دلوقتي وعاوز توفر على نفسك وقت وفلوس. وكمان تختار صح بالنسبة لاستخدامك بدون ندم بعد الشراء. في خدمة مدفوعة في القناة هنا دلوقتي بنقدمها باجر يعني رمزي. مبلغ بس واحد دولار دولار واحد بس. او ما يعادلها من عملتك المحلية. وعساعدك بنفسي على الخاص ان انت تتوفر على اقل عشر اضعاف او اكتر تمن الخدمة دي. باللوقع اضافة انك هتختار موبايل انسب ليك. اللي حاب يستفيد من الخدمة دي. بعث لي عرسال في الرابط تحت الفيديو على طول. بالنسبة للشاشة بصراحة تحفة وحاجة يعني لا غبار عليها. الوانها جميلة اوي لو انت محب مشاهدة المحتوى هتستمتع جدا جدا جدا. اكبر ميزة في الموبايل ده برأيين. وخاصة لو انت كنت في شاشة دها هتحس بالفرق. الشاشة من سامسونج اكبر ميزة في الموبايل ده. استطيع مقتز مقابلنيش معي اي مشكلة في استخدام الموبايل حتى تحت اشعة الشمس المباشرة برا البيت. وطبعا مش اعلى عشان متحكش عليه ما بنبهرش لأ. الباني الامل بيوصل لاضعاف. بس هنا بنقلنه بس بالفئة السعرية بتاعته. كان في ناس سألتني بردك عن التوتش يا جماعة. التوتش طبعا كان محل نزاع كبير فترة يفادت ناس بيقولك التوتش بيعلى التوتش الزبط التوتش راك. لو انت جاي مسلا من موبايلات الصين اوه كده هتحس ان حسيت التوتش قليلة. وبردك ما كانش متزبجتح. دي الزبط الموضوع شوية. وانا شايف لحد الان اهو مع الاستخدام. اه التوتش مش زي سنابي كده مستريع كده ورسبونسف زي مسلا موبايلي التاني اللي هو موبايل من من كاسينية بدون ذكر اسماء. وموبايل فقا متوسط. اسرع كتير التوتش فيه كده سالسة. بس خلاص تعودت على هنا يعني اول ما بلمس ده التوتش مفهوش مشكلة. ولكن مش رسبونسف قوي. مس سريع قوي. مش سنابي. مش اللي هو يدوب تلمس الشاشة كده من بعيد او يدوب قربت تلمس. تلاقي التوتش خلاص زبط. لا. فانا تعودت على الموضوع. وخلي بالك ان ما فيش موبايل متكامل. عشان ما حدش يعد يقناعك بقى مش هنحط لك كل حاجة في موبايل تاني. بمستحيل. جودة الخنات يا جماعة. ميزة كبيرة جدا في الموبايل ده. بيكون في ساعات موبايلات نينجا. نينجا والله في العتاد الداخلية وموبايلات جي مرضو بتاع. بس الشركة استرخصت في المكونات الخارجية والتأفيل. بقى بلاستيك. الظهر مسلا شفنا اللي كان بيتهزم على الصوت حاجات زي كده. هنا مبني كدبابة بالنسبة لده موبايل اقتصادي. احنا كنا متوقعين اصلا خامات رخيصة. بس دي خامات رأسا لرأس كده مع بعض هواتف الفئة المتواصلة. ومع ان تجربة الصوتيات كوائسة في الموبايل ده مش وحشة. تعالوا بقى نسمع مع بعض كده بسرعة تجربة الصوت في الموبايل ده في حاجة صغيرة. وزي ما انا شايفين الصوت كويس بس انا بسراعة كنت عايز برضك بس ما زلت جمال الصوت المحيطي انا هنا مفتقده جدا والله بعد الفترة دي. الصوت بقى المكسم كده من نحيتين ومفيش. وهون جدا في الالعاب طبعا زي بابجي. اشتعرف الصوت جاي اللي جاي لك من يمين وانجاب الشميل. نعم كده كده بموت في كل الحالات. على العالي برضك تعرف اللي جاي لك جاي لك من يمين ولا جاي لك من الشميل. وكان ممكن سامسونج يزودوا الميزة دي بس هما تحسوا ايه رد ادهم يعني مش فرطة شوية في البتاع بيدوا بالعافية كده لحاجاته. وهم متوقعين كده كده الموبايل هيعملون مبيعات قوية. فدي سامسونج يعني لازم يقدرونا بحاجة كده في اي مهوية. وبالكلام بقى عن الحاجة اللي انا مش راضي بقى عنها فعلا بص انا ممكن هتجاوز حقيقة ان ما فيش جراب مجاني. هم مش مجاني هو مفوط حقنا بس ما فيش جراب في القلب. زي الموبايلات الصينية. وكمان ما فيش اداب طاري الشاحن. ماشي. بس حاجة بقى رخيصة. وضرورية جدا زي بلاستيك. مش بقولك اذا البلاستيك حطها لي على الشاشة. ما كانتش والله هتخسرهم كتير يعني. وكده هتفرق جدا في الحماية. طبعا كان فيه فيديو مخصص عملناه الميزات والعيوب. وكنت حريص ان انا ابرز العيب زي دوك. البصمة يا جماعة بقى او سريعة ومقابليش عنها اي مشكلة سنابي جميلة جدا. اللي هي في هنا ممتازة جدا اللي اغبار عليها. فيه كمان خاصية بتفتح الموبايل بصمة وجهك. بس انا بستخدمك الصراحة عشان مش امان اصلا. بستخدم الكامل الامامية. واحد ممكن مش شابعك حتى اللي يفتح الموبايل بوش. الفينجر برينت احسن. بس طبعا كلها تفضلش يصيح. ان انت تبقى فهم ان ده موبايل للاستخدام الطويل. للمستقبل. مش موبايل شوية وخلاص. الشيب سيت هنا مش اكزينوس حاجة كويسة. يعني شايف اقول ايه عن معالجات اكزينوس. برغم ان سابسو رقم واحد في الشيطة الاملت. محدش يقدروا عليها حاجة في الشاشات. انما بالمعالجات العكس تماما. لما لا وعليها ما عليك. بقى سنسور يا جماعة. ده سنسور بجنيه. في الصين. ولكن مهم جدا. بيدفي الشاشة مثلا لما اتقرب الموبايل على ودنك اثنان المكالمة او حاجة. الواتي بيقوم بالمهمة ولكن اوقات بيهيس. يعني مش مظبوط او مش متزبط مية في المية كده زي ما يقوم في سنسور اي هو اللي بيتعامل مع الموضوع. البروتوث بردو سريع جدا في المواد ده وكويس اصدار مش احدث اصدار بس مناسب ان ده موبايل اقتصادي. وبصراحة مش مؤثر معيه في اي حاجة يتصل بسرعة سواء مسلا مع السماعات اللي هي البروتوث او التي دابلو اس. مدى الاتصال قوة الاشارة كل حاجات بتقام تزبطها مفيش مشكلة. كان نفسينا بس يكون في دعم السامسونج داكس هنا او مزايا مثلا الدكال الصناعي الجديدة اللي بيلاقيها في الهواتف الاعلى من سامسونج مش موجودة هنا. بس مش مشكلة احسن من الاول بكتير بصراحة. تقول لي ليه يا اقول لك ايه اربعتاشر السنة اللي فاتت كان نزل بنسخة مخففة من السوفتوير يا جماعة. ده فرق كبير ده كده تزبطونا قوي. لان اداة الموبايل كان وقتها متوضع. فدي مشكلة تحلت هنا في سامسونج اي خمستاشر السنة دي. بالنسبة بقى للكاميرا وتجربته الصور والفيديو في سامسونج اي خمستاشر. بص. بالنسبة الالوان كويسة جدا متزبطة. لو هناخد سعر الموبايل في الاعتبار الموبايل كويس بالنسبة لفعته السعرية والله مش وحش خالص بمعنية ده موبايل فيها اقتصادية ودي اصلا مش فيه التصوير. وعن مثلا الصور بالكاميرا الاسية والأورترا اي كويسة في الالوان والشاربنس والديناميك رينجي متزبطة. والتفاصيل مش افضل عادة هواتف الفعل الاقتصادي. انها بكاميرا السيلفي تحفة وجميلة جدا عاجبين. الفيديو كويس بس مش مميز بصراحة. والتثبيت ما عجبنيش خالص بقى. يعني اجربت برا البيت كده وانا ماشي. لا اي كلام. السلام عليكم. انت بروبت الكاميرا. سامسون اي فتين او اي خمستاشر. يعني مش عينفع مسلا نسجل او حاجة وانت ماشي لازم ايدك سابت او وحطت الموبايل على ترايبود او حاجة. لو انت بقى تفكر تشتري الموبايل ده. والبودجت او الميزانية جماعة قليلة. لو سمحت من فضلك اعمل حسابك. انك مش هتدفع تعمل الموبايل ده بس خلي بالك ده انت هتشتري بنفسك الكماليات التانية. لان العيل بقينها فضية تماما ما فيهاش غير الكيبل. شالوا الحمد لله كل حاجة. وسبونا كده على اعمل حسابة في فلوس زيادة. سامسون اي خمستاشر موبايل كويس في الالعاب بس للمستخدم العادي. اللي بيلعب شواء صغيرين. مش للجيمز المحترفين. عمتا ان انا اطغط على الموبايل ده بشكل اكبر وايبقى فيه فيديو قريب جدا مش هعرف اللي جاي اللي بعدين هحاول كده اصرعه. يقول له تجربة الموبايل ده الالعاب التقيلة او بيسخن ولا هل يضغط عليه يعني ضغطة حلوة ان شاء الله. طبعا تابعي القناة عشان ما نفتكش الفيديو ده للمنزل. حاجة مهمة جدا. لو قررت تشتري الموبايل. ابعيد على النسخة لاربعة جيجا رام. عشان سداني مش هتنفعك في المستقبل. التطبيقات. الالعاب. التحديثات. كل حاجة عملت زيد تزيد تزيد. خليك في نسخة ستة جيجا رام مع مية تمانية وعشرين جيجا مساعة داخلية اقل حاجة. السعر بقى في المملكة. فوق تسجيل الفيديو ده للنسخة اللي بقول لك عليها. خمسمية وخمسين ريال. لو عايزي ستمية ريال. في النسخة كبيرة. تمانها ممتاز دلوقتي ستمية سبعة وعشرين ليار. فاخواتنا المملكة لا السعر الفرقي مش مستاهي الروح طبعا للا اكبر نسخة. اللي هي تمانية جيجا رام مع مية تمانية وعشرين جيم ساعة داخلية. بالنسبة للسعر في السوق المصري. مش متوفر عندنا غير نسخة فورجي بس. ده مهم محلي. افضل سعر دلوقتي سبعة تلاف ومية جنيه. نسخة ستة جيجا رام مع مية تمانية وعشرين جيم ساعة داخلية. ولو زودت الف في جنيه بتشتري نسخة تمانية ميتين ستة وخمسين. يعتبر سعرها اكشلي بقى كويس جدا وتحرق من تسعة وكسور. تسعة وكسور وكان في اماكن عرضه عشر بل كده. وتاني بأكد لو سمحت ما تشتريش نسخة اربعة جيجا رام. اللهم بلغت عشان مصلحتك. ولو راجع بيه الزمن مش هشتري الموبايل ده. لا ده انا هشتري اكتر من واحد. وبعد سبعة شعور من نزوله. اقدر اقول لك يستحق الشراء جدا جدا دلوقتي. سواء كموبايل اولي. سواء كموبايل ثانوي. واكيب بنصح به لو انت مستخدم متوسط عادي. او عاوز موبايل عملي رخيص بيقدم حوالي تمانين في المية مميزات الموبايلات المتوسطة الغالية او المتوسطة العليا. وبربع تمانهم بس ركز على بربع تمانهم. واسأل نفسك ابني بتختار الموبايل عن متن. انت بتفكر تشير موبايل ده ليه? انا بسرعة عدم موجود سنسور جاريسكوب برضك مدايقني وعدزعة للناس الجيميرز بالذات لان بتاعدة لطيف في الابعاب كده لو بيماتش حركة ايدك مع جوة اللعبة. طبعا الصفت ويرلي بيقوم المهمة بس برضك مزي السنسور الحقيقي لما بيكون مهود. وبس يا رب يكون استفادتين في فيديو النهارده ومنسيش اللايك القوي سبسكرايب لو لسه وتابعنا استجرام رابط تحت الفيديو. كان معكم محمد نوار وشوفكم الفيديو جاي.